الطعم الأحلى والأحلى هو مسندد النادي الأهلي الطعم الأحلى والأحلى هو وقفة مع نادي اللي انت بتحبه طول حياتك علشان تشوفه بيكسب البطولة رقم 12 هو ده الأساس في كل حاجة مش مهم منين لو الواحد وقف في الشارع بيتفرج على تلفزيون من وراء فاترينا هيبقى مبسوط لأنه بيشوف أحلى حاجة بتبسطه النادي الأهلي ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت ويقدر النادي الأهلي يفوز بهذه المباراة مطش صعب جدا جدا على كل المستويات بالمناسبة على المستوى التنظيمي عندنا فيه يعني تحدي كبير جدا جدا فيه تنظيم هذه المباراة أيضا على المستوى الفني على المستوى على كل المستويات الحقيقة الإدارية والفنية والتنظيمية وكل حاجة ربنا يكرمنا حتى على مستوى تشجيع الجماهير كلها تحديات ان شاء الله محدش هيهدى جوه الاستاد وبره الاستاد من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة خلي بال حضرتك هناك تحدي من كل الناس تحدي من رئيس مجلس الدارة النادي الأهلي كابتل محمود الخطيم بتحدى نفسه ان احنا عايزين نعمل أحلى مباراة في الدنيا تتعمل من كل النواحي اللي أنا بتكلم عليها تنظيمية فنية إدارية عايزين نكسب المباراة عايزين نتبسط عايزين نسلم الكأس من داخل استاد القاهرة كل ده هيحصل آه كل إن شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا كل ده هيحصل ولكن أحلى حاجة في الدنيا أنه يبقى فيه جمهور بيساند وبيدعم بس يصدقون يا جماعة مش موضوع الاستاد فقط ولكن كل مصر من أسوان لإسكندرية أو من إسكندرية لأسوان مصر كلها بتشجع النادي الأهلي مصر كلها وقفة مع النادي الأهلي أنا الناس بتكلمني من كل مكان من كل مكان في مصر محب النادي الأهلي وأصدقائي اللي بيحبوا النادي الأهلي عايزين ييجوا وعايزين يتفرجوا على المباراة واللي مش هيقدر يجي النادي الأستاد هنروح بيقول لي هنتجمع فين عشان نلم بعض ونشجع ندينا ونقف ورا ندينا هو ده اللي احنا بننتظره من الجمهور هو ده دايماً اللي احنا بنحبه من جمهور النادي الأهلي جماعة أحلى حاجة في الدنيا أن ترى جمهور بهذا الحجم أن ترى جمهور بهذا التقلق هو حتى الجمهور بيتقلق الجمهور بيتقلق في تشجيعه من أول دقيقة للدقيقة 95 فكرني بصوت الجماهير اللي مش هعرف أجيبها طبعاً هنا لأنها فيديو قبل مباراة مازينبي أول ما الهدف اللي تم إلغاقه لأنه هندبول تم إلغاقه شوف جماهير النادي الأهلي عملت إيه؟ افتكر جماهير النادي الأهلي عملت إيه؟ هي دي هو ده اللي احنا عايزينه طول المباراة من الدقيقة واحد للدقيقة من أول ما الحكم يصفر بداية المباراة لغاية لما الحكم يصفر لنهاية المباراة هو ده اللي أنا بقول يا جماعة نحن الفترة الثلاث يام القادمة نهارده الثلاث بكرة الأربعة الخميس الجمعة المباراة يوم السابت خلاص كلنا بنستعد كلنا عم هو الجمهور بيستعد؟ آه جمهور بيستعد كلنا متوترين طبعاً متوترين كلنا ننتظر هذه المباراة كلنا ننتظر طبعاً هذه المباراة ولكن كل واحد فينا بيشوف شغله كل واحد فينا كابت الخطيب بيشوف شغله وبيعمل اجتماعات علشان يهيئ كل الأجواء لأن نستطيع أن نفوز بهذه البطولة لكن النتيجة دي مش بتاعت حد نتيجة دي بتاعت ربنا بس محدش تاني يعرفها لكن كلنا بنهيئ الأمور الجمهور بيهيئ نفسه من خلال السوشال ميديا ومن خلال كل ما يخص أي حاجة بيشوفها اللعيبة اللعيبة مبسوطة وفرحانة بتقول يا كابتن يعني ده الجمهور في كل مكان بيسندنا على السوشال ميديا في العربيات وهم رايحين التمرين نهارده اللعيبة مبسوطة وفي نفس الوقت اللعيبة عايزة تبذل أقصى جهد أنا معرفش النتيجة هتكون كام ولكن هؤلاء الأبطال اللي قدام حضراتكم حيبذلوا أقصى جهد وكلنا متأكدين من هذا الأمر لأنه نفسهم يفرحوا جمهورهم نفسهم يبسطوا جمهورهم شايفين كل اللاعبين الوشوش مبسوطة الوشوش سعيدة الوشوش مركزة خلي بالحضراتكم يوم السبت أن أنتوا تؤدوا ما عليكم والنتيجة دي بتاعت ربنا في النهاية لقدر الله لو حصل أي حاجة لن تكون نهاية المطاف كرة القدم فيها كل شيء فيها كل شيء ولكن عفوا جمهور الناد الأهلي وعي جمهور الناد الأهلي بيعرف يفكر جمهور الناد الأهلي عارف مين اللي موت نفسه ومين اللي بيدلع ومين اللي ما بيدلعش الحمد لله إحنا عندنا تلاتين راجل جوه الملعب هتقول لي هم احداشر آه تلاتين ما هم التلاتين هم اللي بيتسببوا في أن احنا نفوز بهذه البطولة إن شاء الله لو ربنا كرمنا هنستطيع أن احنا نفوز بهذه البطولة صدقوني هتبقى فرحة كبيرة جدا 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 اشتركوا في القناة